الدولة المصرية هي القلب المنطقة العربية وهي رأس المفتاح للقارة الأفريقية وهي المعبر إلى القارة الأوروبية كل ده بيقول أهمية الدولة المصرية بالنسبة لدولة الصين لما هذه العلاقات بتؤسس على هذا النحو ومؤكد أن هذه العلاقات تبنى على أسس واضحة لأن هناك اشتباك دائم متوافق للتجاه من الدولتين تجاه القضايا الإخليمية والدولية من البداية الدولتين اجتمعوا على فكرة عدم الانحياز سواء للكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية مع كل الاعتبارات اللي بتقول أن الكتلتين كانوا بيؤثروا الدولة المصرية والدولة الصينية كانوا ينحيزوا إلى الكتلة الشرقية ولكن الدولتين حاولوا أن يكونوا رمانة الميزان في حركة عدم الانحياز لعدم الانحياز بين الكتلة الشرقية وكتلة الغربية في هذا التوقيت لما بنبص لمصار تطور العلاقات لقى في تطبق واضح في الموقف من القضايا العربية الحيوية كالقضايا الفلسطينية الموقف من قضايا التحرر في البداية ومرتبط بها بعد كده من رغبة في حسم القضايا الفلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة المختلفة في هذا الإطار كذلك لازم نبص إلى الدعم الصيني لمحدود للمواقف السياسية المصرية وللحروب اللي خضتها الدولة المصرية على مدار تاريخها إلى أن حققت تحرير كامل أراضيها واستعادة طابع عام 1989 كل ده بيقول أن الدولة الصينية تقف منصرة للقضايا القومية العربية والقضايا المصرية دخل متغير مهم جدا في هذه العلاقة ومتغير المتعلق بالقرة الأفريقية تتكلم على دائرة أسيوية الدولة المصرية اتجهت إليها وفي نفس الوقت كانت الدولة المصرية تفتح علاقة جديدة مع الدائرة الأفريقية بعد فترة انقطاع طويلة جدا ترجمة نانسي قنقر